أهلا بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل ولسه مستمرين مع حضراتكم في الكلام عن التأثير الإيجابي للمشروعات المتنوعة وأكيد زيارة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة المينيا وحزمة الإجراءات المختلفة للتخفيف عن كاهل أو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري معنا الكاتب الصحفي أكرم الأصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع ما كمل معنا أهلا بك يا فاندم مارتاني ويمكن بنتكلم عن حزمة من الإجراءات الحماية المجتمعية لطبعا سيد رئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بيها ولو هنتكلم عن يمكن برامج تكافل وكرامة نحن بنتكلم عن زيادة 25% للفئات المالية الممنوحة شايف ده ازاي؟ كلمنا عنها هو يعني نحطها في سياق الإجراءات اللي تمت خلال السنة اللي فتل لأن الحرب بتدخل في السنة التانية نعرف إن قبلها كان كورونا والقرارات دي جزء كان فيه في السنة اللي فاتت كتنفس الشيء في 21 الحد الأدنى للأجور تقريبا دي أربع مرات تترفع من 2016 للنهاردة من 1200 النهاردة احنا بنتكلم في 3500 و5000 و6000 و7000 من حملت المجستير والدكتوراه أعتقد إنه الزيادات متناسبة إلى حد ما مع التضخم اللي حصل أسعاره ده الرئيس قاله الحقيقة لأن الأسعار فعلا ارتفعت الأزمة عالمية نعكستها الدولة منذ البداية في إبريل اللي فات الرئيس وجه الحكومة برضو إنها أولا تعلن المعلومات ثانيا تتخذ إجراءات في حزمة تاخدت قبل كده الضم المعاشات مع التكافل وكرامة ده جزء من حزمة إجراءات مختلفة أعتقد إنها دايما الناس تتسأل هي الحكومة هتعمل إيه إحنا فيه أسعار بترتفع فيه كذا فيه جزء اللي هو اقتصاد السوق والعرض والطلب واستيراد بعض السلع لتعويض النقص وموازنة السوق ده جزء مهم برضو من الإجراءات فكرة إنه تأجيل رفع أسعار السولار أو الكهرباء لتالت سنة جات كورونا وكده ده جزء مهم من الإجراءات مش بنقول إن هي كل حاجة لكن الرفع ده أعتقد إنه يتناسب مع الحركة الأسعار اللي حصلت في الفترة اللي فاتت فده إجابة على أسئلة إحنا الحكومة تعمل إيه أو الدولة تعمل إيه رئيس وجه الحكومة لده فكرة إنه بألف جنيه أو رفع لحد الأدنى لأجور وشمول تكافل وكرمة وشمول المعاشات أعتقد ربما يكون له تأثير مهم في امتصاص التأثيرات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت صحي مع إجراءات موازنة السوق وغيرها دي بتيجي في ظل إنه الدولة منتبهة لده وإنه الرئيس يقول دايماً بيستمع للناس أو بيشوف الكلام اللي بتقال لأنه في فرق بين إننا نتعامل مع الأزمة إنها أزمة عالمية وإن إحنا هنعمل إيه ويجب كلنا بنتحرك والحكومة مسؤولة والدولة واقتصاد السوق والتموين والحاجات دي وبين إننا نعمل نستخدم فكرة التهوين دايماً احنا بنقول لا تهوين ولا تهوين آه الأزمة الصعبة وحدش يقدر ينكرها واللي ينكرها يبقى ظالم وفي نفس الوقت نقدر نبص للإجراءات دي في إطار شمولي في إطار إنها هتتكلف كام يعني أنا ببص للألف جنيه يا إيه قيمة الألف جنيه بعض الناس اللي هم كيفين إحباطه وغيره يقول لك يعني إيه الألف جنيه وأنا حسبها بالدولار وحسبها بغيره لا أنا واحد للألف جنيه في السياق إن انت فيه 15 مليون بين موظفين ومعاشات وفيه تكافل وكرمة رقم قد يتراوح بين 3 إلى 5 يعني ما عنديش الرقم بالزبط فإحنا بنتكلم في 100 مليار حسب الخطة والموازنة والأرقام دي ممكن نؤكدها من وزارة المالية يعني عم نتكلم في 100 مليار السنة اللي فاتكت 60 مليار نتكلم على إننا خلال من 2016 للمعاردة حد الأدمى الأجور من 1200 ل3500 يبقى فيه استجابة لفكرة التضخم الموجود ممكن ما تبقاش يبقى بعض الناس مش شايفينها إن هي تعامل كامل عن ده لكن هو ده يبيشير إلى إنه الدولة النهاردة والرئيس مهتم بإنه يدرس ده ومهتم إن إحنا نعمل ده بتفاعل حقيقي لأنه فكرة إن الناس تطالب أو تبقى متضايقة من أسعار أو غيره ده طبيعي والرئيس نفسه قال ده أنا بحس بأنه الناس من حقها أنها تشتكي ومن حقها أنها تقول بس كمان أنا أبص في السياق العام إلى أي مدى أنا خلال سنتين كورونا صلاح اقتصادي نجحت إن أنا أثبت الأسعار بدرجة كبيرة دعوك أنا بشير كويس قوي 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 لغاية ما الأزمة التي حصلت الأزمة ده أزمة دي ملهاش آفاق يعني ملهاش أفق للحل ملاحظة إنه لو بصينا للسياسة المصري نفسها تجاريا واقتصاديا في خلق بدائل لأنه في أماكن بين جيب من الأمحة أو الزيوت أو غيره بدأ يحصل انقطعات دولة من ناحيتها مضاعفة الأمحة في توشكا في مستابل مصر زيادة الأمحة اللي هيدخل في إبريل الجاي ودخل في إبريل اللي فات وهيزيد السنة دي شوية أعتقد أنه بين شكل 25 أو 30% من اللي كنا بنستورده كمان فده برضو تأمين فكرة الزيوت وزراعة الزيوت فكرة إن أنا أجيب بدائل النهاردة الدولة في إحنا هتحرك نحو الهند تحرك نحو أوراسيا تنتحول نحو أوروبا في محاولات كتيرة لأنه نخلق البدائل والبدائل لأنه إحنا كمان نزود التصدير نزود الإنتاج هي النظرة تبقى كده بمعنى إنه ما فيش مانا أنه إحنا نختلف ونطفق دون تهوين أو تهويل أو دون النظر إلى إنه فيه ناس بره مهما يحصل ربما هيبقى هو هدفه إنه يحبطك وخليك زعلان وحسسك إن أنت ملكش القيمة أو غيره أو إن أنت عاوز تعزل نفسك عن العالم أو بلعب على وطر واحد تعزل نفسك عن العالم أو يطلع بقى شائعات بإنه كذا إذا أنا بقول دولة هتدخل للقطاع الخاص هو يقول إيه الدولة مسيطرة على الإقتصاد فإحنا بنترح خاص خاصة فيقولك إيه الحق بيبيعه وبيصف طيب أنا عامل إيه إنه بعض حتى يعني مناسبة شائعاته والكلام دايما الرئيس يشير إليه وفكرته الإحباط من يومين ثلاثة طلع بوست كده حد قال مصنع وبينتك كل حاجة ويصدر لكل العالم ويا جماعة إحنا أفعلنا لأننا ما قادرناش نشتغل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء دوروا على المصنع تطلع مش موجود والبوست نفسه مزيف والموقع اللي بيعمله مزيف والوست اللي طلعته قفلت وعتذرت وفي موقع كامل عبارة عن إنه سواد وإحباط يعني هي نزلت بوست تقول فيه أنا أنزل مصنع مش عارف أشتغل منصوب لمصنع موجود ورئاسة الوزراء تدخلت وستهاني يونس مششان رئيس الوزراء طلع وقال يا جماعة نحن ندور لو حد يعرف المصنع وحلنا 80% من نشاك الناس فالفكرة دي نقطة مرتبطة باللي احنا بنقوله إنه يا جماعة احنا بنتفاعل مع بعض نختلف ونتطفق ونزعل بس في النهاية هل الدولة هنا أو الحكومة عملت اللي عليها ممكن يبقى فيه بعض الناس تقول لا احنا مطالبين كمان أو نعمل ده من ناحية الرئيس دايما بيوجه الحكومة لده وإنه ما يبقاش فيه أعباء إضافية على قدر الإمكان وإنه 100 مليار هيدخلوا في الموازنة وقابليهم أعتقد رقم ربما 60 أو غير في 21 صحيح قلنا أنا من 2014 للوقت مش هقول إنه كل ده كده لكن خلينا نقول إنه إحنا جات كورونا ثم جات الحرب صحيح في الإقليم أو في العالم مصر بتعمل إيه؟ النهاردة إحنا بنزود 100 مليار في وقت العالم كله بينكمش وإحنا بنتوسع فيه برامج الحماية الاجتماعية مصر والحمية الاجتماعية والعالم نظرتك؟ وفيه أكتر من قلية الحقيقة شفناها السنة اللي فاتت ومهمة للتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية لأن الجزء الرواتب والأجور ده جزء مهم جدا تكافل وكرامة والحاجات اللي بتعمل حتى للأطفال إحنا عارفين إنه الطفل اللي ملوش عائل أو يتيم أو غيره النهاردة الدولة بتصرف له على أساس إنه يواصل تعليمه دي نقطة مهمة أولا إنه كان فيه أطفال كتيرة بيتيتموا وفيتسربوا من التعليم ده جزء من الحماية الاجتماعية بالمناسبة حتى المرة المطلقة والمناسبة شغول التأمين الصحي وإحنا ضربنا المثل في السعيد وغيره كل ما إحنا تأمين الصحي الشامل يحصل ويبقى فيه هو قوائم الانتظار يعني دي كله بيتحسب بالمناسبة قوائم الانتظار أو قرارات العلاج أو السرعة في ده هو هذي الدائرة ودائما الرئيس يقول لازم ببقى فيه تواصل ببقى فيه قواعد معلومات بسرعة الجزء من الحماية الاجتماعية مش بس تكافل وكرامة الحقيقة إنه يبقى مش تقديم فلوس أو دعم عيني لا ممكن يبقى تقديم مشروعات لأن التحالف الوطن للجماعات الأهلية رئيس وجه بأنه يا جماعة فيه 51 ألف جماعة أو أكتر يريد تتجمع فيه يمكن عدد قد يربو إلى 50 أعتقد إنه كل ما تزيد فكرة التحالف ده وتوسيعه ومن يقدم وبنك الطعام وغيره ويبقى فيه قاعدة معلومات حقيقية أعتقد إنه ده يبقى مفيد وده دايماً الرئيس يتوجه إليه ده جزء من الحمالة اجتماعية جزء من التضامن والتضافر اللي موجود إحنا دخلين على رمضان وغيره أنا أتمنى إنه فكرة التحالف دي تتسع بالشكل اللي دايماً الرئيس كان بتكلم عليه ويبقى في قاعدة معلومات حقيقية إنه الطعام ده أو المشروعات أو دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة أو أسر منتجة يتم بناء على قاعدة معلومات مع وزارة التضامن ومددية التاسع دي أفضل فكرة في رأيي إنها توسع تقديم لأنه ممكن في كل جماعات تشتغل في اتجاهها ممكن شخص واحد ياخد الخدمة ثلاثة أربع مرات وعشرات يحرموا منه فكرة التحالف جاية من هنا أتمنى إنه يبقى فيه توسيقات المعلومات العمل في ده ده الحمالة الاجتماعية مهم فكرة إنه يبقى فيه مبادرات مهم حياة كريمة مش بس في الحمالة الاجتماعية هي فيه التمية معنى إنه يمكن كان فيه عدد من الناس خرجوا من قالوا إنه خلاص خرجوا من حالة الأسرة تحسنة هي فكرة التكافل وكرامة كده فكرة إنه يبقى فيه أسر بتدخل وقصر حالتها بتتحسن التحسين بيجي من إنه تديلوا القدرة على إنه يبقى يكون منتج ويكون فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون قدر على ده دعم المزارعين والفلاحين والناس من خلال التحالف أم من خلال بعض الجامعيات أعتقد فكرة الجامعات التعاونية التعاونيات الشركات المساهمة دعم الفلاح المباشر في الأمحة وفي الرز بأسعار التنافسية حتى لو كانت أعلى من السوق في رأيي يدعم حتى الاقتصاد المصري وده الرئيس وجه لي كذا مرة إنه يبقى فيه أسعار أعلى للأصب والأمح والرز والحاجات دي عشان ما يحصلش فيها تلاعب ده جزء مهم قوي الحماية الاجتماعية جزء من إنه يبقى فيه التنمية الشاملة يبقى أنا موجود في سينة وفي أنفاء وموجود في الصعيد وموجود في محافظات عدالة توزيع التنمية ده ده جزء من التوازن المطلوب اللي كان غائب على مدى عقود لأنه ممكن يبقى فيه سروة كبيرة جدا صحيح إحنا عندنا سروة بشرين وعندنا أفكار نقدر إنه إحنا طول الوقت دعم الحكومة دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة لو شباب صغير متطوة قاعدت معلوماته وصرعة الإنجاز يمكن مجلس وزراء قال إنه أي مطالب لمستثمرين أو غير هحلها على طول كل ده جزء من لإنه بجانب الحمالة الاجتماعية إنتاج المجتمع نفسه ومضاعفة الإنتاج والتصدير وحتى للمنتج المحلي حياة كريمة الرئيس وجه بإنه يكون معظم المنتجات محلية ليه موسير أو صناعات أو أسمنت أو حديد أو غيره بنتجه محليين وبالتالي بيوفر إتراض وبيشغل فرص عمل تانية لأن كل ما أصنعه وكل ما أصنع وكل ده عبارة عن فرص عمل صحيح صحيح على أي حال يعني كلمة أخيرة ربما أقولها المواطن الدولة لم تدر ظهرها للأزمات المتتالية اللي حصلة في العالم بالعكس الدولة لم تدفن رأسها في الرمال واجهة هذا الأمر عملت أكتر من حاجة شفنا قبل كده حزم كتير من الحمل الاجتماعي لكن هذه المرة مختلفة بالفعل ألف جنيه على الأقل أقل دخل سوف يزيد الموظف الإدارة الدولة ألف جنيه نتكلم في 15% زيادة في المعشاب نتكلم في المستفيدين أيضا من برامج حياة كريمة وتكافل وكرمة حيزيده نتكلم أيضا حتى لما يستفيدوا من دول الناس اللي هم أصحاب المهن الحرة حيزيدهم أيضا قصة الإعفاءات الضربية اللي حتوصل إلى 30 ألف جنيه فحنا نتكلم تقريبا في كل فقات المجتمع الدولة لم تدر ظهرها كل من هو مدول لدى الدولة معلوم لدى الدولة بالفعل استفاد بالفعل من برامج الحمال الاجتماعي نتبقى أن نحنا نقف مع الدولة المصرية ندعمها بجد بإخلاص يعني لا نستجيب لكل ما يحاول البعض أنه يروجه من شائعات أو خلافه لا بالعكس نقف فورا دولتنا دولتنا في وقت الأزمة بتقف جنبنا فمن المقترد أن نحنا أيضا نرود لها الجميع حيب نشكرك الكتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع شكرا لكيف أنت